استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتب سموه في قصر الرئاسة أمس معالي تيدروس أد هانوم وزير خارجية إثيوبيا والوفد المرافق وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كما تم تبادل وجهة النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة